تجربة اليوم هي صنع غاز الهليام وإن صح التعبير نقول غاز بديل لغاز الهليام أو غاز خفيف قادر على امتلاء ورفع البلونة ولازم علشان التجربة اللي تنجح معاك بنسبة 100% تابع الحلقة دي للنهاية ما تسبش ولا ثانية واحدة لايك للفيديو واشتراك للقناة ونبدأ بسم الله هنجهز التجربة في إزازة زي دي يفضل تكون إزاز وتكون لا تقل عن 1 لتر أما كمية الماء المستخدم هتكون كوب ماء نصف كوب بارد ونصف كوب ماء ساخن أو مغلي ونحضر معانا وراء الألمونيوم أو أي شيء مصنوع منه أما المادة الفعالة اللي معانا في حالة النهاردة قبل ما نستخدمها لازم نلبس واقل اليدين وكمامة علشان دي مادة حارقة اسمها العلمي هيدروكسيد السوديوم أو السودا الكوية تقدر تشتريها من بائع الصابون وأدوات النظافة والتركيبة الأفضل 100% هتكون بهذا الترتيب هنبدأ بتجهيز مادة الألمونيوم هناخد الطبق ونقوم بقصه إلى قطع صغيرة وممكن نلفه على شكل كور صغيرة الكمية المناسبة لملء بلون واحد من أطباق الألمونيوم هنحتاج لازم هنستخدمه احتياطيا بعد تركيب البلونة نبدأ أولا بصب الماء البارد ثم بعد ذلك نضيف مادة هيدروكسيد السوديوم حوالي مع لقطين قبار سعر الكيس ده حوالي 10 جنيه وبعد ذلك هنقوم بصب الماء الساخن ويفضل يكون ماء مغلي هيساعد على سرعة امتلاء البلونة وبعدها على طول هنقوم بإضافة الألمونيوم ولو توقف معاك ممكن بعصايا كده تحاول تنزل الكمية كلها ودلوقتي هتركب البلونة يا بطل وشاهد التفاعل بعد بحث كتير على اليوتيوب اكتشفت أننا من أكثر القنوات بفضل الله تعالى نجحت في هذه التجربة نجاح كبير لكن من أجل الأمانة أحب أنوه أن هذا الغاز خطر جدا ولو عملت التجربة يفضل تكون لابس واقي لليدين وكماما وتخليك في مكان خالي بعيد عن الأطفال في هذه الحالة أضمن لك تنفذها بأمان تام وكمان تبعد عنها النار لو لسه متابعني كده لحد الوقت ياريت تدعم المحتوى بلايك عشان الفائدة تعم على الجميع أشوفكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته